اشتركوا في القناة كله بيربطهم ايدوليج واحد فكر واحد هو فكر ان هذا العالم كافر اله الذي يعبده اللي انا بعتبره الشيطان القاتل سافك الدماء الذي جاء ليسبع هو اللي بيؤمره بقتل هؤلاء الناس فده بيربطهم فكر واحد فبنبص اللاجي مثلا على سبيل المسال واحد قبل كده ضرف في البرلمان الكندي والشخص ده كان عايز روح ينضم الايسز وداعش وشالوا منه جواز الصفر راح ضرف في اوتوا في البرلمان الكندي فبنشوف الراجل كمان اللي ضرف في لاس فيجس هو اصبح مسلم جرايب فانا بشوف ان رابط واحد تعليم واحد من التعليم بيربط بين الناس دي كلها ان هو فيه اله بيقول ان كل من لا يؤمن باله الاسلام كافر يجب ان يقتل مش كمان على فكرة ده مش بس كلامنا او تفسيرنا يعني في واحد كنت بشوف اكتر من فيديو عن الحديث اللي بيقول لا يقتل مؤمن بكافر مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر معناه ايه ان لو المسلم جتل واحد كافر والكافر هنا اي شخص لا يدين بالاسلام لانه يكفر بالاسلام لما ييجي يحكم عليه القاضي ممكن يحكم عليه بأي عقوبة مع هذا الاعدام ليه لانه دم المسلم اعلى من دم الكافر الكلام ده موجود وبيقولوه دعاة المسلمين بما فيهم الازهر اللي احنا اللي ناس بتفكر ان هو الوسط المعتادل وانا معرفش اي اعتدال في واحد بيعلم ان تأكل لحم الكافر اشتركوا في القناة